رسالة إلى عبدالفتاح السيسي كتبها حساب على مواقع التواصل الاجتماعي اسمه مالكوم اكس قال فيها أستشعر القلق الشديد كلما طال صمت السيد الرئيس يوما بعد يوم أتوجس خيفة يصيبني الرعب مما هو قادم فليس من المعتاد أن يغيب عنا صوته الذي كان سندا وأمنا لنا جميعا نسمعه أسبوعيا مرة واحدة على الأقل في المؤتمرات الشبابية والاقتصادية وفي افتتاح المشروعات القومية في زياراته للكليات الحربية وفي جوالاته المفاجئة في الشوارع فأين أنت يا سيادة الرئيس غاب صوت سيادتكم فازدادت حرارة الجو وانقطعت الكهرباء وتوحش التضخم ارتفعت الأسعار وتفحش الأشرار غاب صوت سيادتكم فانسحبت الحكمة من خاصرة الوطن وارتبكت الأفكار وارتعشت يد الحكومة وفقدت الأفكار جوهرها وبصلة الوطن اتجاهها أنا هنا لا أتحدث عن القوالب الجامدة في خطابات المناسبات والأعياد بل أتحدث عن الخطابات المرتجلة العفوية في ساعات البوح العاطفية بين الرئيس وشعبه لماذا توقفت؟ ولماذا توقف افتتاح المشروعات؟ ولماذا توقفت المؤتمرات والإنجازات؟ لا تتركون هكذا يا سيادة الرئيس لقمة سائغة في أفواه أهل الشر أصحاب الأجندات الخارجية الهدامة مثبت الهمم لابد أن تخرج وتخرسهم جميعا لتحدثنا يا سيادة الرئيس عن أهل الشر الذين يخفون الدولار ويوقفون الاستيراد ويقطعون الكهرباء ويرفعون الأسعار إنهم يستغلون صمت سيادتكم الذي طال ولا يفهمون أن الصمت لغة العظماء يفترون عليكم كذبا يكذبون يا سيادة الرئيس يقولون أن كل الأزمات السابقة والحالية والمستقبلية من فعل وتدبير الحكومة وبتعليمات من سيادتكم فاخرج أكشف عورة كذبهم وقل لنا الحقيقة في هذه الكوارث التي تكالبت علينا انتهت رسالة مالكوم إكس على تويتر والتي يمكن أن نلخصها في عبارة واحدة يا ترى انت فين يا عبد الفتاح السلام عليكم وعلا بكم آخر كلام وحلقة نهاية الأسبوع ونبدأها بالعنوين مصر وسريلانكا تختتمان المشاورات الثنائية بنجاح التغريدة ساخرة لنجيب ساويرس عن سبب انقطاع الكهرباء في مصر ولبنان تثير تفاعلا مصر تتجه إلى الصين وإيطاليا لإنشاء مجمع أسمرة محلي ثالث عزيز المشاهد هذا ليس خبرا ساخرا وليس منشط في موقع الحدود الساخر ولكنه خبر حقيقي مصر بتتباحث مع مين؟ مع قوى اقتصادية عظمى مثلا وتعمل معها مشاورات ثنائية بنجاح ونستفيد من المشعار في ايه وخبراتها في السياحة وفي الاقتصاد وفي حل المشكلات الحقيقة لا مصر بتختتم الدورة الثانية للمشاورات الثنائية بين وزارتين خارجية مصر وسريلانكا بنجاح الحمد لله طلعونا الخبر كده يا جماعة لما نشوف اقتتام المشاورات الثنائية مع سريلانكا بنجاح أنا فاكر كويس الجولة الأولى من المشاورات كنا في آخر كلام هنا اتكلمنا عنها وطلعنا البيان ومكانتش الناس مصدقة هل احنا فعلا راحين لسريلانكا اللي هي فلست اللي هي انهارت اللي هي اتضمرت اللي هي الشعب بتاعها طلع في الشوارع وضرب المسؤولين وربطهم في الأعمرة الإنارة في الشوارع وطاف حواليهم هل هي دي سريلانكا اللي احنا راحين لها ولا في دولة تانية اسمها سريلانكا هي قوى اقتصادية عظمى مثلا هل احنا راحين للدولة اللي اقتصادها منهار واللي عندها تضخم مش عارف قد ايه واللي كل التقارير بتتكلم وبتحذر من ان مصر ممكن تروح لسيناريو سريلانكا هل هي دي نفس الدولة الحقيقة اه نفس الدولة عبدالفتاح السيسي بيحن للي شبهه النظام المصري بيحن للي شبهه مين اللي شبهه في الفشل الاقتصادي في الاضطراب السياسي في المشهد العبثي الموجود في الدولة آه سريلانكا فيها تشابهات كتيرة جدا بينها وبين مصر عشان كده أفريكا بيزنس بتقول اختتمت مصر وسريلانكا المشاورات الثنائية بنجاح الدورة التانية للمشاورات الثنائية الحمد لله على مستوى وزراء الخارجية للتعاون الايه بقى؟ أنا كنت مهتمة أوي أعرف احنا بنتكلم مع سريلانكا في ايه؟ التعاون الاقتصادي والتجاري مع سريلانكا؟ آه مع سريلانكا طب نكمل وعملية الانتعاش الاقتصادي الحالية السريلانكي؟ آه وتعزيز الاستثمار والسياحة والتعاون متعدد الأطراف معلش ثانية واحدة يا جماعة نرجع بس كده ونحاول نفهم تاني؟ أنا مش بتكلم هنا عن الصين مش بتكلم هنا عن فرنسا عن بريطانيا عن ألمانيا لا لا خالص أنا بتكلم على تعاون اقتصادي مع دولة منهارة أصلا منفلسة وحالتها قرب بتكلم مع تعاون تجاري في دولة عندها عجز ومشاكل اقتصادية كبيرة جدا بتكلم مع دولة زي سريلانكا بقول ان انا بعمل معها عملية انتعاش اقتصادي حالي اللي هو فين؟ اللي هو بعمرت ايه؟ اللي هو فين أرقامه؟ اللي هو فين مؤشراته؟ لكن زي ما قلت لك السيسي بيحن طيب حتى الزملة بيقولوا لي تلمي المتعوس على خيب الرجا ده عنوان الفقرة والله طيب التعاون متعدد لأطراف اتفق الجانبان على الدخول في اتفاقيات في مجالات جديدة للتعاون واعالت النظر في الاتفاقيات القائمة بهدف تعزيز التعاون في المجالات المعنية واقر الجانب المصري بالاستثمارات المتزايدة للشركات السريلانكية في مصر سريلانكا عندها استثمارات في مصر سريلانكا البلد اللي فلس وانهار اقتصاديا لكن عنده استثمارات في مصر والحقيقة ان احنا مبسوطين جدا بالتعاون المشترك بين مصر وسريلانكا والجانبان اتفقوا على الاهتمام المشترك بمواصلة العمل عن كثب في القضايا العالمية مثل قضايا تغير المناخ والامن الغذائي واعادة هيكلة الديون اهو ده السطر الوحيد الصح في القصة كلها يعني لو انت رايح عشان تقعد مع سريلانكا بعيدا بقى عن الدباجة العبثية اللي انتو نشرينها في البيان ده والتعاون الاقتصادي لو انت بس قلتلي انا رايح عاعد مع سريلانكا عشان نتكلم في عادة هيكلة الديون انا رايح عاعد مع الارجنتين عشان نتكلم في محاولة انقض الاقتصاد من براثن صندوق النقد الدولي اه انا كده هاجي هنا اضرب لك تعظيم سلامة اقولك انت فعلا رايح للدول الصحيحة اللي هي فشلة اقتصاديا زيك وبتحاول تتكلم معها ازاي نخرج من المأزق انما تقول لي سريلانكا تعاون اقتصادي وتجاري لا انتو كده يعني بتقولوا اي كلام لكن اعادة هيكلة الديون برافو يا جماعة اخيرا لقينا حاجة مفيدة في هذا الاجتماع العبثي نروح بقى للسخرية اللي بجد ورجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الانبارح كتب تويتا عبقرية بصراحة انا حتى يعني عملت له اعادة تغريد مع تعليق اند اوسكار جوز تو خلاص يعني نجيب ساويرس خادل اوسكار في التغريدة دي لانها فعلا عبقرية سين ان بالعربي تغريدة سخرة لنجيب ساويرس عن سبب انقطاع الكهرباء في مصر ولبنان تثير تفاعلا كتب ايه نجيب ساويرس عندما توفي ايريسون مخترع الكهرباء عام 1931 ميلادية تم اطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريما له وما زالت مصر ولبنان تكرم الرجل كل يوم نجيب ساويرس دمه خفيف في الطفق او اختلف مع مواقفه السياسية الراجل بيعرف ينكد وبصراحة النقطة بتاعته بتعمل انتشار وبتقلب الدنيا نجيب ساويرس قالك ان مصر ولبنان لسه بيكرموا ايريسون لحد دلوقتي فكتر خيرهم الناس فيهم الخير طبعا هو يعني مش عايز تكلم وقولك يا جماعة الكهرباء وإيه اللي حصل مش عارف إيه لكن طبعا المعنى الناس كلها خدت التغريدة وأعادت تغريدها والترياء وتكلموا سيني لانه كتب التقارير نجيب ساويرس شايف أزمة الكهرباء اللي حصلة وبيتعامل معها بشكل ساخر لانه الحقيقة تعامل الحكومة والإعلام حتى الآن مع هذه الأزمة تعامل مزري للغاية نروح للخبر الثالث وهو خبر غريب شوي من نورث أفريكا بوست بتقول ان مصر راحت للصين وإيطاليا عشان تنشئ مجمع اسمدة محلي ثالث شركة وهان الهندسية الصينية وهان دي اللي هي كان فيها فيروس كورونا وشركة باليسترا الإيطالية هيساعدوا مصر عشان يعملوا ايه يعملوا مجمع اسمدة محلي جديد وهو الثالث في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وجه السيسي الحكومة بمواصلة الجهود لتوطين انتاج الاسمدة هتتعد من أهم متخلات الانتاج الزراعي ما يؤثر على الأمن الغدائي طيب يبقى احنا هنا رايحين لإيطاليا والصين عشان يعملوا لنا مجمع اسمدة محلي جديد صح؟ بس في خبر غريب أوي يعني كويس ده تحرك كويس آه برافو انك رايح للصين وإيطاليا ممتاز كتر خيرك احنا بقلنا سنة تقريبا بنبيع في مجمع اسمدة أبو إير بل بيعنا فعلا حصص لسنة دي سيادية وشركات إماراتية وسعودية حصص لده ومفاوضات معده وكلام زي كده انا حيمش ادرافها طب انت بتبيع حاجة موجودة عندك ولسه عاملها وجل مفاوض انها شغالة لانه الاسمدة انتاج الاسمدة يعد من اهم مدخلات الانتاج الزراعي ما يؤثر على الامن الغذائي فانت بتبيعها للسعودية والامارات كويس او بتتفاوض على بيعهم او بيتبيع حصص منهم وبتخلي حصص ايا كان يعني طب انت ليه بتبيع من هنا وبعدين رايح لإيطاليا والصين تعمل تاني يا جماعة اللهي هو مفيش حد بيفكر يعني النظام ده صم بكم عمي فهم لا يبصرون محدش شايف محدش شايف ان انت بتبيع من شهرين وبعدين بتروح تاخد قروط جديدة او تروح تتفق مع دول جديدة انها تساعدك في مجمع اسمدة كان عندك اصلا طب ما تخليه طب ما تبقي عليه طب انت بتبيعه ليه اصلا هذه نقطة مهمة قوي الموضوع معداش عليه شهرين ثلاثة موضوع الكلام بتاع مجمع اسمدة ابو قير واللي هو كلام اصلا من اغسطس 22 كان فيه كلام ان الصندوق السيدي السعودي وان الشركة القبضة الاماراتية اللي تبع صندوق ابو ظبي السيادي كانت عايزة تدخل وبعدين قالوا ان باعوا حصص من شهرين فين الكلام ده طب انت ليه رايح بقى تعمل مع ايطاليا والصير يعني انت رايح تاخد قروط وتزود على نفسك وانها تاخد امتباعهم تاني للسعودية والامارات امر غريب جدا هي حالة من التخبط بيعيشها النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي فقرة دي بعنوان الكاتب الصحفي المصري بلال فضل يكشف خطة السيسي في التعامل مع انتخابات الرئاسة 2024 بلال فضل الحقيقة هو عنده قناة على اليوتيوب بقى مهتم بيها جدا وبقى شغال عليها بشكل ممتاز ومحتوى متنوع الحقيقة وشيق وناس كتير جدا بتحب تسمع لبلال وبتتبعه لكن مؤخرا بدأ بلال يتعاطى مع المشهد السياسي في مصر بشكل اكثر عمقا وتأثيرا وخطورة على النظام المصري اللي حصل انه بلال اتكلم على وثيقة في الحالة الاخيرة اللي كانت من يومين اسمها وثيقة صوت مصر وبلال قال انه حصل على هذه الوثيقة عن طريق جروب على الواتساب جروب انشئة عن طريق يعني بيشرف عليه زابط برتبة عميد والزابط ده هو مرسال قريب من عبدالفتاح السيسي والامر كله متعلق بصياغة مشهد ما له علاقة بالبرنامج الرئاسي لعبدالفتاح السيسي والحملة الانتخابية وإيه اللي هيحصل تعالوا نشوف بلال كشف ايه ايه المعلومات اللي وصلنا لها ايه الكلام اللي قاله بلال فضل لو فيديوهات بلال موجودة الاول ممكن نسمعها وبعد كده نرجع نشوف الصور بتاعة وثيقة مصر والبرنامج الرئاسي والكلام ده لكن نشر بلال على تويتر امبارح صورة وثيقة مصر اللي بتكلم ان هي حاجة جاية باشراف عبدالفتاح السيسي تعالوا نشوف مع بعض كده ايه حكاية الوثيقة دي وايه حكاية البرنامج الرئاسي او المجلس اللي عايزين يعملوه نقرى بس واحدة واحدة ثانية واحدة لو الصورة تبقى اوضح عشان نعرف نقراها بيتكلم انه سيد الرئيس عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي لفترة رئاسية قادمة متمنيا لمصرنا الحبيبة الامن والامان والمشعار في ايه وبتكلم انه امتثالا لدعوة للحوار الوطني بنعرض هذه الوثيقة ان احنا نعمل المجلس الاعلى للتخطيط والادارة كسلطة سيادية ربعة مستقلة ومشعارف ايه علاقتها بالسلطة التنفيذية وتعمل كذا ويكون المجلس الاعلى ده مشكل من مجموعة من البني ادمين والجهات والاشخاص هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي لكن تعالوا نشوف الصورة بتاعة وثيقة مصر دي صورة البرنامج الرئاسي ووثيقة مصر طيب موقع الانباء اليوم دي الصورة اللي نشرها بلال من جروب الواتساب وقال انه في حلقة الخميس الجاي هيطلع تسجيلات صوتية من داخل جروب الواتساب السري اللي هو بيشرف عليه عميد قريب من عبدالفتاح السيسي او بشكل مباشر على تواصل مع عبدالفتاح السيسي بلالفضل نشر الصورة دي من جروب الواتساب في حوالي الف وتسعة مشارك وفي كلام بقى عن موضوع الجروب اسمه البرنامج الرئاسي وهيحصل فيه ايه وايه الوثيقة وايه المجلس والكلام ده كله طيب موقع اسمه موقع الانباء اليوم نشر عن مقترح انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والادارة طيب موقعه في 19 يوليو 2023 ده عبدالفتاح السيسي المجتمع المصري باختلاف طوائفه لحوار وطني يعكس رغبة الدولة في تطوير اجندتها للتعامل مع القضايا الملحى يشارك فيه كافة طوائف المجتمع الى اخر الدباجة لتمثيل مش عارف ايه بهدف طرح رؤية لسيادته وحلول لكافة المشاكل والازمات وكيفية الخروج منها طيب يا سيدي المجلس الاعلى للتخطيط ده مين اللي هيشارك فيه او هيعمله ايه بقولك امتثالا لدعوة ساد الرئيس اسفرة الاراء طبعا بعد النقاشات بقى واحنا فاهمين الكلام ده وبتاع انه عبر مواقع تواصل اجتماعي هينشئوا المجلس الاعلى للتخطيط والادارة كسلطة سيادية ربعة مستقلة تعلو السلطة التنفيذية ويكون من شأنها وضع خطة قومية للبلاد ذات مهم محددة يكون لها سلطة المتابعة والرقابة والمحاسبة والتفتيش والتطوير على جميع قطاعات ومؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية والادارية لربط التعليم بسوق العمل والبحث العلمي بالانتاج والتشريع بمعوقات الخطة القومية والاعلام يعني ايه حضرتها الكلام ده يعني انت بتعمل دولة فوق الدولة يعني انا الحي مش ادري افهم يعني ايه مجلس اعلى للتخطيط يعلو السلطة التنفيذية يعني مجلس الحكومة وضع ايه طيب رياسة الحكومة مجلس الوزراء آسف ورياسة الحكومة وضعها ايه ما عندناش طب هل ده نظام برلماني ولا نظام رئاسي ولا نظام بزراميت ولا ايه ايه ده يعني ايه الصلطة دي ايه قصة انه مجلس فوق المجلس بيهتم بكل الحاجات دي بص بص الوظائف المتابعة سلطة تنفيذية والرقابة اللي هي الرقابة الادارية والمشعار في ايه الكلام ده والمحاسبة برلمان بقى والكلام ده وتفتيش وتطوير ايوة يعني المجلس ده اللي هيدير الدولة يعني ده تصور عفتاح السيسي لادارة الدولة بعد الفين اربعة وعشرين وهو طبعا اللي هيرأس المجلس مش كده طيب المجلس ده يتشكل من ايه يا جماعة تعالوا نشوف ايه المعلومات اللي نعرفها حتى الان عن المجلس الاعلى للتخطيط والادارة اللي هو مفترض انه هيدير الدولة رئيس المجلس طبعا بلا شك سيادة الرئيس المشير الركن القائد عبدالفتاح السيسي لانه ماهو ماينفعش مجلس بالشكل ده حد يديره غيره ماهو لو حد غيره هيدير مجلس زي ده يبقى يمشي لانه ساعتها الشخص ده مش يبقاله لازمة طيب مين الاعضاء اللي في المجلس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة خلي بالك انا بكلمك على مؤسسات في الدولة عبدالفتاح السيسي عايز يجمعها كلها في مجلس واحد هو يرأسه طب يا ابني من انت رئيس الجمهورية طب من انت رئيس كل الناس دي معلش يا جماعة بس يعني نسيب الرجل هو عايز يلعب براحته يعني البلب بتاعته عزبة يعني العائلة والشركات فخلاص هو قرر هيجيب الجهاز المركزي للتعبئة الاحصى وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والادارة مين كمان يا جماعة هيجيب كمان الجهاز المركزي للمحاسبات طبعا وهيئة الرقابة الادارية عشان مصطفى ابنه كان يعني موجود هناك جهاز حماية التنفسية جهاز حماية المستهلك وكمان هيئة تقييم الاداء ومراقبة الجود طبيعي وكمان هيجيب هيئة تطوير التعليم وكمان هيئة التنمية البشرية وكمان هيئة التفتيش الفن وهيئة المقترحات والشكاو اهو يعني شوية هيئات كثيرة اوي هيضم كل ده وهيحط كمان جهاز الاستخبارات الاقتصادي فكل دول عرفتاح السيسي هيحطهم مع بعض في المجلس الاعلى الاستشاري المش عارف ايه اللي هو هيكون ايه بقى ان يكون سلطة رابعة اعلى من السلطة التنفيذية وقراراته تكون للسيسي منفردة يعني هيجيب شوية العرائز دول المارونيت هيحطهم مع بعض وخلاص على كده جماعة احنا ملناش علاقة باي حاجة الرجل ده هو اللي بياخد القرارات والجماعة اللي عاديين دول بيأمنوا عليه وبيقولوله امين وبيقولوله احنا موافقين على اي حاجة انت بتقولها وما عندناش اي مشكلة طيب السؤال السؤال ليه ما هو الهدف من مجلس كهذا طيب باقي مؤسسات الدولة هيبقى وضعها ايه مع المجلس ده مجلس الوزراء هيبقى فين الوزراء هيبقى وضعهم ايه لكن السؤال بتاع المليون دولار بقى الحقيقة هو قوات المسلحة المصرية هتبقى فين يعني قوات المسلحة المصرية هل المجلس ده الاعلى للتخطيط والإدارة هيكون اعلى من قوات المسلحة ولا المجلس ده يكون اعلى من الدولة كلها بس عند قوات المسلحة اقل عسكري فيها بيمشي اي حد في المجلس برضو ده سؤال مهم تفاصيل كتير بلا الفضل قال هيعلن عنها يوم الخميس الجاي أكيد هنبقى متابعين لأنه قالها يطلع محادثات من داخل جروب الواتساب وهيتكلم على تفاصيل أكتر أعتقد الأيام الجاية هتفصح عن نية السيسي لإنشاء هذا المجلس وأهدافه وليه أصلاً عايز يعمل حاجة زي كده وعلاقته بمؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية السياسة المصري الدكتور محمد أبو الغار إمبارح نشر بوست مهم جداً جداً لأقصى درجة الحقيقة والحال دكتور أبو الغار عمله بغض النظر عن شخصه بغض النظر عن مواقفه اللي هنتكلم عنها بعد شوية إلا أنه بيصب في حالة عامة بقت موجودة في مصر دلوقتي وهي أن الناس بدأت تتكلم من داخل مصر ومن دوائر كانت تحسب على عبد الفتاح السيسي بل ساهمت في إيصال عبد الفتاح السيسي للسلطة ومن بينهم الدكتور أبو الغار الدكتور محمد أبو الغار بينشر مبارح بوست بيطالب السيسي والقيادة السياسية للدولة المصرية بالاعتدار تعالوا نشوف صورة البوست قبل ما نتكلم على تفاصيل هو معنونه بمخاطر تفكك الدولة بيتكلم من الإجراءات اللي بياخدها النظام المصري دلوقتي أنه ماشي بسرعة جدا لتفكيك الدولة المصرية وانهيارها وبيتكلم على موضوع قطاع الكهرباء واللي حاصل مع الغاز وقرار تصدير الغاز اللي اتكلمت معاكو هنا قبل كده وبيقول كمان أن الإعلام اللي كان صوت المجلس العسكري من 2011 فتحوله فضائية في الإمارات عشان يطالب الرئيس بعدم الترشح الأصوات ارتفعت في كل مكان تعلن غضبها وده اللي احنا بنقوله على الحالة العامة اللي بنتكلم فيها طيب دكتور أبو الغار بيطالب السيسي بإيه بالزبط؟ بيطالب القيادة السياسية الموجودة في الدولة بإيه بالزبط؟ تعالوا نشوف مطالب أبو الغار للسيسي بالاعتدار هنا صورة دكتور أبو الغار وهناك صورة عب فتاح أن تعلن قيادة الدولة أنها أخطأت في سياسة القروض هل السيسي ممكن يعلن أنه أخطأ في القروض ويعترف أن القروض اللي خدها كانت غلط؟ الحياة أشك لكن دكتور أبو الغار بيطالبه بدا النقطة الثانية أنه يعلن أنه أخطأ في جزء كبير من العاصمة الإدارية الجديدة والمتعلق بالإنفاق ببدخ على العاصمة الإدارية الجديدة في حين أنه في مشاكل اقتصادية كتير جدا النقطة السطر الثالث بقى هو ده المشكلة الرئيسية على فكرة يعني هما لا أعتقد أن الناس هتتعامل مع السطر الأول بجدية ولا مع السطر الثاني بجدية لكن السطر الثالث هيشنه هجمة كبيرة جدا على دكتور أبو الغار لأنه تجرأ ودخل هذه المساحة يجب على السيسي أن يعترف بأنه أخطأ في قوانين الاعتقال والمحاكمات بقوانين من القرون الوسطى بيتحدث هنا عن الاعتقالات السطر اللي بعده أسوأ بالنسبة للسلطة يجب على السيسي ونظامه أن يعترف أنه أخطأ في حبس عشرات الآلاف ممن لم يحملوا سلاحا العنف والعنف والعنف بقول لك عم خلاص فيه آلاف ما شالوا السلاح وانت حبسهم بعد كده بينتقل لملفات أخطر بتمس كل مواطن مصري بيطالب السياسي المصري محمد أبو الغار عبدالفتاح السيسي ونظامه أن يعلن ويعترف ويقر بأنه أخطأ في سياساته الخارجية في ملف نهر النيل وفي علاقاته بالدول العربية ما يؤكد أنه فيه خلاف موجود كمان بيطالبه بأن يعترف ويقر بأنه أخطأ في الاستعانة بأهل الثقة وأهمل أهل الخبرة وهو واقع الحقيقة إحنا شايفينه قدامنا العشر سنين اللي فاتوا أبو الغار بيطالب السيسي أنه يعتذر وعليه مواجهة الحقيقة بالاعتذار للشعب أولا وإطلاق الحريات والأراء ليقول أصحاب الرأي السديد كيف نخرج من هذه المصيبة إيه رأيكو؟ هل عم فتاح السيسي؟ هل الرجل ده؟ ممكن يسمع كلام الرجل ده؟ هل عم فتاح السيسي ممكن يعتبر محمد أبو الغار بيفهم أكتر منه سياسياً وفعلاً همه على مصلحة البلد وماهوش إخوان وماهوش عميل وماهوش حاجة وحشة وماهوش أهل شر وماهوش كل الكلام البلح اللي عم فتاح السيسي بيقوله ويسمع فعلاً ويبدأ يعمل الكلام المكتوب ده؟ يبدأ يقول أيوة أنا بعتذر عن كذا؟ طيب لو وصلنا للمرحلة دي طب ماهو ده اللي بلى الفضل كان بيقوله من شوية هل أنت متخيل أن السيسي ممكن يعتذر ويسيبها ويمشي كده يا جماعة الله أنا آسف خلاص حصل خير معلش بنعمل قعدة عرب والقصة خلصت؟ أكيد لا أكيد مش هيحصل وبلا الفضل كان بيقولك يبقى فيه حاجة فيه قدراتك العقلية مش مظبوطة لأنه الراجل ده عارف أن فيه حساب هيحصل لو سبها ومشي بأي طريقة إلا طريقة واحدة لكن لو سبها ومشي بانتخابات ولا مش عارف إيه ولا باعتذار محدش هيسمعه يجب أن يحاسب البوست بتاع الدكتور محمد أبو الغار الحقيقة أثار عاصفة من ردود الأفعال على تويتر تعالوا نقرأ بعض التغريدات المتباينة وجهت نظر مختلفة عن أبو الغار ممدوح حمزة سياسي المصري اللي كان بر مصر وبعدين رجع وقال الزابط قال له يا عمي ده أهلا وسهلا بيك ومش عارف إيه وبتاعه وبلدك أولى بيك والمخلصون من أبناء الوطن قال مش أبو الغار هو المرسال أي حامل الرسالة فقط يعني أن محمد أبو الغار مش كاتب الرسالة بنفسه وشخصه بنفسه وشخصه لا محمد أبو الغار وفقا لما أمدوح حمزة هو مرسال يعني في مجموعة أو جهة أو مؤسسة أو طيار أو دولة الله أعلم يعني أنه مهندس ممدوح حمزة ما قالش هي الرسالة دي منين وهو مرسال من مين لأنه مين ده ممكن يبقى ناس كيراوي ممكن يبقى الدولة العميقة ممكن يبقى جمال مبارك ممكن يبقى دولة إقليمية ممكن ما بقاش حد خالص يبقى ممدوح حمزة أبو الغار وثلاثة قاعدين ننفقه هو في أسط البلد كل ده وارد كل ده وارد لكن هي تغريدة غمضة جدا من المهندس ممدوح حمزة نشوف تغريدة كمان كانتش قوي على نفس الموضوع لا ده كان محمد عباس الناشط السياسي كتب عن الموضوع وقال كلام دكتور أبو الغار مهم بالرغم من اعتراضي على شخصه للأسف ودي النقطة اللاجلة بعد شوية في ناس كتير مش متفقين مع محمد أبو الغار في مواقفه السياسية لكن شايفين أنه لأه اللي حصل أو الكلام اللي اتقال هو كلام مهم أن يصدر من سياسي مثل أبو الغار من داخل مصر نشوف وائل عباس كتب إيه عن محمد أبو الغار قال أنا لا أرحب بما قاله أبو الغار لأنه مشارك في كل ما حدث لنا وهي حقيقة أيضا يا وائل سنتحدث عنها بعد قليل تغريدة أخرى ورد فعل آخر على مطالبات أبو الغار للسيسي بالاعتذار طيب دي كانت حاجة تانية غير موقف الدكتور أبو الغار متعلقة بالإفراجات وجماعة شكرا كما قال السياسية المصري والكاتب مأمون فيندي قال ظهرت في بلدنا جماعة جديدة زي جماعة أسفينيا رئيس اسمها جماعة شكرا وهذه جماعة بدلا من أن تسأل عن أسباب اعتقال الناس ولماذا هم هناك كلما أفرج الأمن عن فرد زي باقر أو زاكي قالوا شكرا أو نتوجه بالشكر للسيد الرئيس يا ابني أنت بتشكر على إيه وهو باقر اعتقل ليه واطلع ليه الكلام اللي بيقوله مأمون فيندي بيدخل في الحالة العامة اللي بقوله حضرتك عليها اللي هي خليني أشبهها بحالة نهايات حكم المخلوع الراحل حسني مبارك إنه الكل بقى بيلكلم الكل بقى بينتقد الكل بقى بيقوله خلاص كفاية الكل بقى بيقوله اللي بتعمله غلط واللي حواليك غلط والسياسة اللي انت ماشي فيها غلط أبو الغار مأمون فيندي وتعالوا نشوف كمان عمار علي حسن كتب والي تردد ألسنة المصريين حاليا كلمة الهوان كثيرا وكل يرى الهوان من زاويته فالفقير يراه في العجل عن مواصلة الحياة ابن الطبق الوسطى يراه في تراجع مستوى معيشته بل إفقاره المنظم الثري يراه في الخوف على ماله الكل يرونه في غياب الحرية والاستخفاف بالشعب وتراجع دور مصر الإقليمي ودي من الحاجات اللي أبو الغار طلب السيسي بالاعتذار عنها عمار علي حسن هنا بيتكلم عنها في قصة الهوان إن المصري بقى حاسس بالهوان في كل شيء الحقيقي التحرك مهم الكلام اللي قاله أبو الغار مهم وما ينفعش إنه يمر مرور الكرام ولا أعتقد إن النظام هيعديه وأعتقد إن محمد أبو الغار هيكون في مرمى نيران حضيرة الإنتاج الإعلامي قريبا في الساعات القليلة القادمة ويمكن بداية من بكرة مش هيعدوا حاجة زي كده وهيكلموه وهيقولوله لكن ما ينفعش أبدا إنه نتكلم عن محمد أبو الغار ومطلبته للسيسي بالاعتذار من غير ما أطالب أنا من هنا من آخر كلام الدكتور محمد أبو الغار بالاعتذار لأن الحقيقة دكتور مش بس السيسي اللي غلقت لا سيادتك واللي كانوا معاك كنت جزء أصيل ورئيسي في المرحلة اللي إحنا وصلنا لها دلوقتي تعالوا نشوف إحنا بنطالب محمد أبو الغار بالاعتذار عن إيه لأن الدكتور أبو الغار كان رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي اللي كان عضو في جبهة الإنقاذ اللي هي جابت عبد الفتاح السيسي وكانت الوجهة المدنية اللطيفة الجميلة اللي هي وتمرد المفروض أن هم يعني عملوا ثورة ومش عارف إيه أبو الغار كان من أبرز الداعين لثلاثين يونيو اللي هي جابت ثلاثة سبعة اللي هو الانقلاب العسكري اللي هو وصلنا لكل حاجة دلوقتي أبو الغار بيطالب السيسي بالاعتذار عنها بعد ثلاثة سبعة عبد الفتاح السيسي عين محمد أبو الغار في لجنة الخمسين لوضع الدستور يعني الرجل شارك معاه في السلطة وكان ما عندهش أي مشكلة في أي حاجة بعد الانقلاب العسكري لكن أهم حاجة لازم يعتذر عنها محمد أبو الغار هو هذا التصريح لو فشل الرئيس السيسي هنروح في دهيا كلنا والإخوان هيدبحونا في الشوارع الإخوان بيتدبحوا في السجون يا دكتور أبو الغار وحضرتك دلوقتي بيطالب السيسي أنه يعتذر لأنه بهدل الدنيا وضمر الدنيا وفشل وعمل كل حاجة إيه رأيك يا دكتور السيسي فشل وإحنا رحنا في دهيا فعلا بس الإخوان مش بيتباحوك في الشوارع الإخوان بيتدبحوا في السجون وبر السجون وفي كل حتة فعندما تطالب السيسي بالاعتذار هو أمر واجب وأمر وطني بحييك علي يا دكتور محمد لكن بنرجو من حضرتك أن أنت أيضا تعتذر عن هذا التصريح الكارثي وعن خطواتك ودعمك لعبد الفتاح السيسي اللي وصلنا لهذه المرحلة فاكر مبارح وأنا بحكي معاك عن ضميات السنوية العسكرية وعن الولاء والانتماء وعن المدارس الفنية اللي هيحولوها مدارس عسكرية عشان يربوا الأولاد على التربية العسكرية وبيوقفوهم بأحداد على روح الشهداء ويفرجوهم فيلم حلم الشهيد والكلام ده فاكر طبعا الكلام ده ما عداش علي 24 ساعة وكمان اتكلمت معاك في قصة أنه يا جماعة موضوع الموظفين اللي بياخدوا فرقة في الكلية الحربية والموظفين اللي السيسي بيختبرهم والعسكرة اللي الناس بتتكلم عنها كامل الوزير ومصطفى بكري وخلافه مش دي اللي بتزود الولاء والانتماء ولا أي حاجة خالص لكن الحقيقة ممكن حد يختلف معايا وقولي لا يا سامة والله المؤسسة العسكرية هي مؤسسة الانضباط والولاء والانتماء وطبعا بنتعلم فيها الكلام ده كله بس بأمانة فيه مشكلة عندي كبيرة جدا في الناس اللي وقات خريجي المؤسسات والمعاهد العسكرية دي اللي بدأوا يطلعه في التلفزيون يتكلمه أذكر على سبيل المثال أحد هؤلاء وكان في كشف الهيئة بتاع كلية زباط احتياط في فايد وأنا حضرته قدامه يعني في 2007 تقريبا أو 2008 أحمد كان اسمه التهامي تقريبا اللي هو كان محافظ السويس وقال لك الرياح الشمالية الشرقية ولو إسرائيل ده رابط ساروخ هيرض فيها فاكرين الراجل ده طبعا العقلية العسكرية لما بتطلع تواجه الإعلام الحقيقة بتقول لنا درر وبيقول لك الناس اللي جوه الجيش عقلياتهم عاملة ازاي ما هو الكريزة بتاعتهم عبدالفتاح السيسي احنا شايفينه يعني احنا شايفين مش محتاجين نقول والله يا جماعة لكن اللواء سامير فرج برضو تصريحاته كارثية والآن موعدنا في هذه الفقرة مع كريزة جديدة من كريزات القوات المسلحة المصرية وهو اللواء صفوة الديب اللواء صفوة الديب كان بيحضرنا عن التاريخ وعايز يقول لنا ان الدكتاتورية شيء وحش جدا بس ممكن تبقى دكتاتور وانت مش عسكري ايه هوب 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 ايه يا سيادة اللواء ده انت عسكري اصدق ايه تعالوا نسمع كده اللواء صفوة الديب قال ايه عن الدكتاتوريات وعلاقتها بالعساكر وبعدين نرجع نعلم طيب هو فيه تصور شائع بيروج له بشكل أو بآخر ان الدكتاتورية متصلة تماما بالحكم العسكري وان اي شخص زوج خلفية عسكرية بيحكم هو دكتاتور وهو عدو للديمقراطية وهو الى اخر هذا الكلام طيب عتات التغاة في العالم في الحصر الحديث لم يكنوا عسكريين كلهم على فكرة نعم عشان على اقصى تقدير معظمه التغيير الاول في العالم في الفترة الاخيرة هو هتلف هتلف لم يكن رجل عسكري مشكلة انه طول الوقت يرتدي ملابس عسكرية ويؤدي التحية ويظهر فيه مناسبات عسكرية وفي الحرب العالمية التانية كان بيدخل مركز القيادة ويعطي قرارات ويحرق جيوش وهو اصلا لم يتلقى تعليم العسكرية لمدة يوم وهو الديكتاتور الاول الذي شهادته البشرية في العصر الحديث هو رئيس حزب نجح في الانتخابات تولى السلطة في المانيا 1933 في يناير 1933 تولى السلطة لغى الانتخابات لغى الانتخابات ولغى الديمقراطية وبقى ديكتاتور بس ما كانش عسكري سيادت اللي هو انت فاهم انت بتعمل ايه ولا مش فاهم يعني انت طالع عايز تنفي الديكتاتورية عن العساكر فبتقول هتلر ما كانش عسكري بس كان ديكتاتور انت سيادتك فاهم انت بتعمل ايه طيب انت بتقول ان العصر اللي فات كان معظم الديكتاتوريات فيه مش عسكريين مش كده هو خرخي في دلة في الارجنتين كان بيبيع سبح كان مواطن مدني طب هو بينوشي في تشيلي كان بيعمل ايه طب هما السفحين والجزارين الاتنين ميلان راديتيتش وبروزامل سوفيتش بتوع البوسنة بتوع سربيا كانوا ايه هو عبدالفتاح السيسي ايه يا سيادة اللي هو يعني انت جايتين في ايه عن ايه انا حيمش قدر افهم هو عفتاح السيسي راجل زخرفيه عسكرية وديكتاتور ولا راجل مدني وجايب انتخابات طب هو يعني هتلر اللي انت قلت لنا انه هو الراجل كان مدني وكان مش عارف ايه يعني المدنيين وحشين ولا كويسين طب العسكريين حلوين ولا وحشين انا حيمش مقدرتش افهم انت عايز توصل لنا ايه بالزبط يعني الحكم العسكري حلو ولا الحكم المدني وحش يعني ممكن تبقى عسكري ومش ديكتاتور يعني ممكن تبقى عفتاح السيسي مثلا وتبقى كويس ولا ممكن تبقى هتلر طب هو سيسي هتلر يعني انت جاي مع مين يا سيادة اللي هو طب انت عايز ايه يعني عاد تتفرج على الفيديو ده كثير جدا والحيان ما بقيتش فاهم هو بيبرر ايه وبين في ايه يعني ما احنا عندنا العسكريين وحشين فهتجيب حاجة قصاده ومتقول مش عارف اصلهم كزا طب ما كل الديكتاتوريات اللي احنا قولينا عنها عسكريين لا بس هو هتلر ما كانش مش عارف ايه مصطفى بكري في الاعدة دي كان بيتكلم على زاوية تانية خالص تعالوا نسمع علي العسكري عندما يخلع الملابس العسكرية ويلبس مدني لماذا دائما يسمى انا الجيش هو اللي بيحكم ما هو كل الناس دخلت التجنيد هل معنى ذلك ان انا لما دخلت التجنيد ثم قضيت الفترة العسكرية او كنت زابط وانتهت خدمتي وترشحت للقاس الجمهورية او اي موقع اخر هل انا في هذه الحالة يسري علي مصطلح عسكري ولا انسان مدني انسان مدني طبعا مجرد ترك الخدمة تحول الشخص الى شخص مدني وساعات كمان تأهيله بيكون اكتر من الشخصيات المدنية الموجودة يعني بيأهل نفسه بينتسبت كليات بياخد دكتوراه بياخد مش عارف ايه بيروح اتجاهها المجتمع المدني العاد لكن ان يوصم اي انسان زو خلفية عسكرية انه ديبتاتور وانه وانه دكتور انت عارف سرات لما بتوع مراكز القوى استقالوا على الهوى ويشلولوا القصة فقال الناس وانا قابلت استقالتهم دول لازم يتحكموا بتهمة الغباء السياسي الجوز دول صفوة الديب ومصطفى باكري لازم يتحكموا بتهمة الغباء السياسي بقى العسكري الاعلامي بص الفيديو الاولاني هو بيقولك ايه انه هتلر يا جماعة كان مدني ولما كان مدني كان دكتور وعمره ما درس عساك خلاص بما ان هتلر كان مدني وهو دكتور يبقى المدنيين كلهم وحشين تمام تمام سيادة اللواء خلاص المدنيين وحشين والعسكرين حلوين اه طيب نلفه قشنا هناك خلاص المدنيين وحشين خلي بالك لماذا عندما يخلع العسكري البدلة العسكرية بيوصف انه عسكري هل بيتحاول المدني اه طبعا بيبقى مدني الله ما خلاص يعني عفتاح السيسي قالع البدلة فبقى مدني يا سيادة اللواء ما انت لبسته في هتلر فوقي حاج ما اقول انت لو هتخليه عسكري كامل يبقى هتلر كان عسكري انما انت خلت لنا هتلر مدني وبعد ثواني امتعامل توست قالب السيسي من العساكر للمدني تاني طب ما خلاص يبقى السيسي مدني اه يبقى المدنيين وحشين لان هتلر كان مدني وكان اسوأ دكتور في العالم السيسي عسكري اه مين هو اللواء صفوة الديب زبدة التعليم العسكري زي من الزملاء كاتبين عنه هو ده الراجل اللي ما كانش عارف هو طالع مع مصطفى باكري ليه طالع عشان يشتم الحكم المدني ويقول عليه دكتاتوري ولا طالع عشان يقول انه السيسي بعد ما قالع البدلة بقى مدني وما وش دكتاتور زي هتلر هو لواء اركان حرب والده كان عقيد متقاعد بقوات المسلحة المصرية تخرج في كلية الحربية سنة 1979 قوات المسلحة ارسلته في بعثات في الولايات المتحدة الامريكية وفي عمان ودرس في كلية الحرب في تركيا ورجل حاصل على زمالة الدفاع الملكية في لندن وكان مدير اكاديمية ناصر العسكرية من 2016 ل2018 يعني الرجل ده كان بيعلم الناس الاكاديمية العسكرية اللي هاخدوا فيها المدرسين عشان كده قلت لك المقدمة بتاعت الفقرة هياخدوا المدرسين يودهم لأكاديمية العسكرية عند الرجل او اشباه الرجل ده صفوة الديب عشان يعلموهم الرجل ده نفسه ماهوش فاهم الحكم المدني كويس ولا العسكري ماهوش فاهم هتلر مدني ولا عسكري كان ديكتاطور عشانه مدني ولا كان ديكتاطور عشانه عسكري وبعدين ماهوش فاهم برده المفهود يقول ع السيسي إنه حاكم عسكري ولا حاكم مدني ديكتاتور زي هتلر فعزيز المشاهد دي مصيبة سهودة موظفين التربية والتعليم وموظفين النقل وكل الموظفين هيروحوا لأمثال صفوة الديب عشان يعمل لهم التربانة اللي في الدماغ اللي بقى لنا خمس دقايق ولا عشر دقايق بنحكي عنه راديو ان بي ار أو الإذاعة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية بتنشر تقريرا جديدا عن الهجرة غير الشرعية لمصر كنا استعرضتنا معاكو تقرير زي ده من أسبوع أو من عشر تيام تقريبا وكان بيتكلم على أن مصر ما فيهاش فوضى أو حرب أهلية أو هي منطقة حروب ومع ذلك الهجرة غير الشرعية فيها بتتزايد بشكل كبير تقرير النهاردة بيتكلم على مشاهد من الهجرة غير الشرعية وعلى حالات بعينها في بعض القرى المصرية تعالوا نشوف عنوان الحلقة أو عنوان التقرير اللي MPR ألو رجال القرى الذين يتلاشون يخاطرون بكل شيء للوصول إلى أوروبا بيكلم التقرير أن فيه آلاف الرجال بيختفوا من القرى الريفية في مصر القرى الفقيرة سعيا للعبور إلى أوروبا عن طريق ليبيا بدأ عدد المصريين اللي بيغدروا مصر بهذه الطريقة في الارتفاع بشكل كبير جدا مع بدء الاقتصاد فيه الانهيار ارتفاع التدخم بشكل كبير ارتفاع الأسعار انعدام فرص الحياة للكثري من اللي بيقول الكلام ده NPR فليخرج أحد كريه العقل في حضيرة الانتاج الإعلامي وليخبرنا أن الإذاعة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية هي مملوكة للإخوان المسلمي طيب تعالوا نشوف تفاصيل التقرير بيقول إيه عن الرجال اللي بيختفوا من القرى في مصر بنبدأ ببعض الحالات أول حالة لمحمود إبراهيم عمره 28 سنة من محافظة الشرقية اختفى في شهر يونيو الماضي لم يغادر قريته مطلقا حتى إلى القاهرة وكان مدين للمهربين ب140 ألف جنيه اللي ما كانش بيسافر قبل كده خالص الراجل ده لم يكمل دراسته الوظائف في قريته تقريبا مش موجودة بيشتغل باليومية بيعتمد على العمل اليومي لمحاولة توفير الطعام لعيلته لديه زوجة وطفلة وللأسف بيعتقد أنه توفي في غرق السفينة أدريانا الكلام اللي قدامك ده الكلام اللي قدامك ده اللي حضرتك شايفه والسطر ده تحديدا أن لديه زوجة وطفلة ده بيأكد اللي أنا دايما كنت بقوله في الحالات اللي زي دي سواء حالات هجرة غير شرعية سواء حالات اعتقال سواء أرقام عن ناس مختفين قصريا كنت بقولك أن الناس دي مش أرقام الناس دي عبارة عن حياة أهل حياة أهل لديه زوجة وطفلة دي الحياة اللي بقولك عليه الحياة متوقفة عند دول وعند والدته وعند إخواته وعند أبوه الحياة توقفت عند الزوجة والطفلة خلاص لأنه بيعتقد أنه غرق في السفينة اللي عند اليونان دي مصيبة سودة ودي حالة من الحالات اللي بيصل للتقرير ان بي آر الضوء عليها تعالوا نشوف حالة أخرى لأنه أتكلم على مجموعة من الحالات في هذا التقرير مصطفى عدل السيد من الشرقية أيضا بيقول التقرير أنه يكافح للأثور على عمل ثابت الحياة جاية هي لديه زوجة وثلاثة أطفال قال لمراته أنه عايز يعمل أي حاجة عشان ولاده الراجل ده نجى من غرق أدريانا لكن للأسف هو محتجز ومتهم بأنه مهرب بشر في اليونان وزوجته بتنفي لن بي آر هذه التهمة حياته متوقفة تماما واليونان بتتهمه بأنه هو من مهربي البشر الحالة الثالثة في هذا التقرير لمواطن مصري آخر عنده 23 سنة اسمه سعيد محمد أيضا من محافظة الشرقية سعيد ده ابن عم زوجة مصطفى مفقود ويعتقد أنه توفي في حادثة غرق أدريانا احنا هنا برضو بنتكلم عن حياة مش بنتكلم عن مجموعة من الأرقام حالة أخرى لمواطن مصري اسمه أحمد عزة الخضري بيبلغ من العمر 26 سنة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب أحمد عزة كان بيحلم أنه يتزوج ويؤسس عيلة عايز يبقى عنده حياة كان بيشتغل بأجر بخس لأيام معدودة في الأسبوع نجى من غرق أدريانا محتجز ومتهم بالتهريب أيضا في اليونان والده اقترد المال عشان يدفع 140 ألف جنيه للمهربين حكايات مزعجة وحكايات مؤلمة جدا لمواطنين مصريين السؤال اللي أنا عايز أسأله هنا قبل ما أكمل كلام أو نعلق على هذا الأمر هو مين المسؤول يا جماعة مين المسؤول إن شباب زي الورد زي دول يتعرضوا للي هم فيه ده مين المسؤول إن شباب مصري ما يلاقيش شغل في قريته في الشرقية ليه ما يلاقيش شغل ليه الشاب ده ما تعلمش ليه الشاب ده خرج بيشتغل باليومية ما تأمتلوش وظيفة في القرية اللي هو فيها ليه والده بيستلف عشان يجيب له 140 ألف جنيه ليه أبوه مش معه فلوس أصلا ليه الراجل عايز عنده زوجة وطفلة بيسيبهم عشان يهرب عشان يحسن معيشتهم فبيموت ليه فيه اتنين مصريين محتجزين في اليونان ومتهمين بتهريب البشر ليه مين المسؤول عن ده أنا خلينا أقول لك المسؤول عن ده هو النظام مش أنا ولا أنت مش الإعلام مش الغرب مش الاحتباس الحراري مش خرم الأزون مش كل ده مش الحرب الروسية الأوكرانية مش وباء كورونا المسؤول عن ده هو المسؤول عن البشر المسؤول عن الدولة المسؤول عن حفظ الأمن والأمان والغذاء وكل حاجة اللي هو ما بيعملش أي حاجة المسؤول عن ده شخص واحد بس اسمه عبد الفتاح السيسي حلقتنا مستمرة بعد الفصل تابعوا للأسف في حالات كثيرة جدا لمواطنين مصريين في المملكة العربية السعودية بيتم احتجازهم بل والحكم عليهم أيضا من أبرز القضايا هي قضية النوبة وشباب النوبة اللي تم القاء القبض عليهم وحكموا بأحكام قاسية لكن كمان في حالة لطبيب طبيب بشريت أبض عليه في المملكة العربية السعودية وتحكم عليه بعشر سنوات الدكتور صبري شلبي منظمة العفو الدولية بتنشر تقرير مهم للضغط على الحكومة السعودية بالإفراج عن المواطن المصري الطبيب الدكتور صبري شلبي تقرير تاريخه مبارح واحد وعشرين يوليو الفين تلاتة وعشرين موقع ضرب نشر ترجمة لبيان العفو الدولية تعالوا نعرف مع بعض كده بيان العفو الدولية بيقول ايه وايه حكاية الدكتور صبري من هذا التقرير بيقول انه الدكتور صبري شلبي حكم عليه بعشر سنوات بدعوة اتهامه بالإرهاب المنظمة العفو الدولية قالت انه يوم تلاتة وعشرين مايو المحكمة العليا في العاصمة السعودية الرياض ايدت الحكم عشر سنين على المواطن المصري والطبيب الدكتور صبري شلبي حيث حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن عشر سنوات بتهم ملفقة هكذا تصفها منظمة العفو الدولية تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة بالغة الجور طيب بيقول كمان او بتقول كمان المنظمة انه الدكتور صبري شلبي احتجز في حبز انفرادي عشر شهور ودعت السلطات السعودية لإطلاق صراحه ومنحه حق الوصول الفوري لرعاية الطبية المناسبة رئيثما يتم الافراج عنه المفوضية المصرية للحقوق والحريات اتكلمت عن دكتور صبري بالتفصيل وقالت انه الرجل طبيب بشري مصري اشتغل في وزارة الصحة السعودية من سنة 2006 لحد 2019 واكتشف بعد مرور عشر سنوات على عمله انه مسجل على النظام الوزارة بمسمى وظيفي اقل من المتعقد عليه فقام رفع دعوة امام دولة القانون رفع دعوة امام المحكمة في 2017 اشتغل في الدعوة القضائية دي سنتين في النهاية تم الحكم لصالحه في 2019 طيب جميل جدا صدر الحكم بتسوية رده باثر رجعي منذ التقاعد بتقول المفوضية انه عقب ذلك استأنفت الوزارة لحكم الصادر وبالتوازي انهت عقده بشكل تعسفي لا مش اللي هو انت مثلا ما لكش حاجة عندنا لا احنا نفصلت اساسا وطلعت له تأشيرة خروج نهائي كمان طيب على اثر ذلك قام الدكتور شلبي بحجز تذكر العودة لمصر بعد تاريخ الاستئناف بيقولك ان قبل معاد الجلسة باسبوعين يوم 28 يناير 2020 حصلت حاجة غريبة جدا الحقيقة ايه اللي حصل مجموعة عرفت نفسها على انها جهة امنية تابعة للمدرية العامة لمباحث مدينة تابوك سألت زوجته المقيمة معه عن السبب قالولها ده احنا بس هناخده عشان شوية اسئلة قليلة كده وهيرجع معنا مباشرة تم سحب جواز صفارها ولم يتم ارجعه لها الا بعد اسبوع تقريبا تم اعتقال الدكتور صبري شلبي ثم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات ايه تهمته يا جماعة معلش يا جماعة ايه تهمته طلعونا صورته على الشاشة عشان الناس تعرف صورته تعرف شكله الراجل الطيب ده عمل ايه ايه التهمة الكبيرة انه دافع عن انه طالب بحقه انه اشتغل في نظام صخرة من 2006 ل2019 ولا ل2017 اكتشف انه هو مش بياخد حقه فطالب ياخد حقه فين التهمة ارهاب ايه في حاجة زي كده الراجل راح للمحكمة واخد حكم وبدأ يطالب بحقوقه ايه انا مش فاهم ليه يتقبض عليه ليه يتحبس ليه يتحكم عليه عشر سنين يعني المملكة العربية السعودية بأمرت ايه تعمل كده الراجل بيدافع عن حقه يا اخوانا الراجل عنده فلوس اشتغل عمر ده عمر كبير حوالي 11 سنة في المملكة العربية السعودية فالحقيقة انا مش ادرا افهم السلطات السعودية بتعمل ايه دي نقطة النقطة التانية السلطات المصرية فين يعني انا هبدأ كده من فوق وانت نازل الخرجية المصرية فين يا اخوانا هو مش ده مواطن مصري بيحمل البصبور المصري عنده جنسية مصرية هو مش المفترض اللي زي دول الدولة بتدفع عنهم مش المفترض انه يتصل بالسفارة المصرية في الرياض فيجي له موظف من السفارة يقول للسعودين يا جماعة لو سمحتوا ما يصحش الكلام ده لو مش متهم او مدان في اي حاجة لو سمحتوا طلعوا عشان يرجع بلده او يشوف البلد اللي هو رايح مش كده الخرجية المصرية ما اتدخلتش ليه الخرجية المصرية ما اتكلمتش ليه على المستوى الرسمي فيه قصور جامد جدا تجاه مواطن مصري الحقيقي طيب النقطة الاخيرة بقى على المستوى المهني هو الدكتور صبري شلبي ده بينتمي لإيه عائلة إيه مش عائلته اللي هي أسرته يعني لا العائلة المهنية اللي بينتمي لها هي نقابة الأطباء العامة يعني مساء الخير معلش والله لو بس هزعجكو شوية في موسم الانتخابات اللي انتو داخلينه وفي الجماعة بتوع مستقبل وطن اللي هم ماناوين يدخلوا ويعملوا في نقابة الأطباء زي المهنسين معلش والله أنا رزل شوية في الحاجات دي يعني فجايا دايقكم يعني جايا بأوز عليكم لمؤاخذة العرس الانتخابي بتاع نقابة الأطباء فيه دكتور مصري المفروض أنه عضو نقابة الأطباء المصرية محكوم عليه بالسجن في السعودية عشر سنين فمعلش لو ما فيهاش إزعاج يعني لو فيه شوية رزالة مني بس في موضوع الانتخابات والكلام ده اعتبروا وراء انتخابي معلش زي بعضه مش هقولك الضمير المهني وأخلاق المهنة ودفع عن زميلك لا يعني أنا عارف أنه النقابة بعافية شوية مش هضغط عليكم الحقيقة بس والنبي انتو داخلين انتخابات يا جماعة بس بأعتبروا الرجل ده وراء انتخابية يعني ارفعوا صورة صبري شلبي في جوالاتكم الانتخابية وطالبوا بحقه وبالإفراج عنه لربما كسبتم بعض الأصوات الانتخابية للناس اللي لسه عندها ضمير في نقابة الأطباء فعني الموضوع الحقيقة موضوع مؤسف مؤسف ومخزي ومزعج جدا أتمنى أن السلطات السعودية تعيد النظر في هذا الأمر أتمنى أن الدولة المصرية تدخل ويتم الإفراج قريبا عن الطبيب المصري والمواطن الدكتور صبري شلبي طيب الفقرة دي مهمة جدا الحقيقة لأنه في الـ 48 ساعة اللي فاتوا أعلن عن فيلم وثائقي عالمي بإنتاج بريطاني بيتكلم عن الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية الفيلم الحقيقة بتنتجه أو يعني بتنتجه شركة عالمية والمخرجة بتاعته أو البروديوسر بتاعه هي واحدة من أهم المخرجين والمنتجين هنا في المملكة المتحدة ولها أعمال كثيرة في بي بي سي وفي العديد من الشركات الفيلم نفسه مختلف الفيلم نفسه الضيوف اللي طالعين فيه مختلفين جدا من حيث المناصب اللي شغلوها أو كانوا بيشغلوها في وقت المذبحة الكواليس اللي بيحكوها الشهادات اللي بيتكلموا فيها الفيلم اطلع عليه عدد من الصحفيين البريطانيين واطلعت عليه بصفتي يعني مدير مؤسسة إنجليزية اسمها إيجيبت ووتش هتنظم العرض الخاص للفيلم في يوم 3 أغسطس هنا في لندن والحقيقة الفيلم مذهل والله لا أخفيكم يعني الفيلم فعلا مذهل على مستوى الشهادات والمعلومات والكلام اللي قيل والحقائق اللي وردت على المستوى المهني على المستوى الاحترافي أنا مش عامل فيلم بقى ساعة بيقول لك النظام لا لا خالص بتكلم في شهادات نيوترل جدا في شهادات يعني محايدة جدا موضوعية جدا كل واحد من الناس اللي مشاركة في الفيلم اللي نتعرف على بعضهم كمان شوية بيقول شهادته كما وردت لا زيد حرف ولا نقص حرف فمن الصحفيين اللي اطلعوا على هذا الفيلم الصحفي في موقع ميدر إيست آي البريطاني اسمه مانداي وكتب الحقيقة ريفيو أو تقييم أو يعني رؤية للفيلم في هذا التقرير اللي نشر أول أمس بعنوان ذكريات مذبحة وثائقي يعيد التذكير برابعة ونهاية الثورة المصرية موقع عربي 21 كان أول المواقع اللي ترجمت مراجعة أو تقييم هذا الصحفي البريطاني لفيلم ذكريات مذبحة ونشروا الحقيقة الترجمة كاملة خلينا كده نقرأ مع بعض بعض الأجزاء اللي وردت في تقرير عربي 21 عن هذا الفيلم بيقول الصحفي الإنجليزي بالرغم من توفر كل هذه الأدلة الدامغة عن التوثيق يعني لجرائم فضة اعتصام رابعة إلا أن وثائقي نيكي بولستر وهي البروديوسر الذي يأتي في الذكرى السنوية العاشرة للمجزرة يعد شهادة نادرة باللغة الإنجليزية على المذبحة التي على الرغم من العدد الكبير من ضحاياها لم تحظى باهتمام عالمي يمكن أن يقارن ولو من بعيد بما حظيت به أحداث قتل مشابهة كمذبحة ميدان تيانان مين على سبيل المثال وبعدين بيقول كمان أنه في فيلم المخرجة بولستر بتبني المخرجة المخضرمة التي أخرجت الكثير من الأفلام لمؤسسات مرموقة مثل البي بي سي والآي تي ان ونيتفليكس وأبل تيفي وغيرها بتبني سردية تقدم مذبحة رابعة باعتبارها الفصل الأخير في مصاري الثورة المضادة التي شنها العسكر في مصر ضد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسن مبارك في يناير 2011 بيقول كمان الراجل في التقييم بتاعه لفيلم ذكريات مذبحة إيه؟ أنه أحد إنجازات بولستر المخرجة بيتمثل في تمكنها من تجميع الأدلة الدامغة على ارتكاب السلطات المصرية للمذبحة وتقديمها للجمهور بشفافية تامة ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه أنه الفيلم مهني جدا واحترافي جدا ما هي على لسان أصحابها واللي هم بصراحة تواجدهم هيكون مفاجئ للناس كلها لأن ضيوف متنوعين وكلهم ذو ثقل كبير بيختم الصحفي منداي في ميدل إيست آي تقييمه للفيلم بعد طلعه على نسخة أولية فبيقول في هذا الوثائق ينضم بين روديس أحد المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى قائمة مرموقة من أصحاب الفكر والرأي بما في ذلك ديفيد كيرك باتريك ومسؤولة منظمة هيومن رايتس ووتش السابقة سارالي واتسون ومصور وكالة الأستوشياري بريس مصعب الشامي بالإضافة إلى أصدقاء وأفراد عائلات عدد من الضحايا طيب مين أبرز الضيوف المشاركين في الفيلم الوثائقي ذكريات مذبحة الحقيقة عدد كبير من الضيوف المهمين واللي كانوا حضرين المذبحة وبالتالي لهم شهادات موثوقة على مجرات تعالوا نبدأ كده نتعرف عليهم واحد واحد أو نتعرف على بعض المشاركين طبعا مش هقول كل الناس اللي شاركت فيه الفيلم يعني فمن أبرز المشاركين في الفيلم هو بين رودس وهو سياسي أمريكي نائب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومؤلف كتاب العالم كما هو عن كواليس السياسة واتخاذ القرار الصعب والمحطات التي مرت بإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من المشاركين في فيلم ذكريات مذبحة أيضا هو ديفيد كيرك باتريك ويعني هو أشهر من اللي نحن نعرفه لكن هو صحفي أمريكي مخضرم كان مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة أثناء مذبحة رابعة وله كتاب غاية في الأهمية عن كواليس الثورة المصرية مرورا بالانقلاب وما حدث بعد ذلك في مدبحة رابعة اسمهم في أيدي العساكر أو The Hand of Soldiers فديفيد أيضا مشارك في هذا الفيلم من المشاركين أيضا في هذا الفيلم والإن الحقيقة كنت مهتم جدا أعرف شاهدته وأعرف كواليس اللي حصل مع ميك دين وهو مصور سكاي نيوز اللي قتل في يوم الفض 14 أغسطس 2013 هو كريك سومرز اللي صورته ظهر قدام حضراتك هو رئيس الأمن السابق في قناة سكاي نيوز وفي الفيلم بيروي شاهدته عن مقتل زميله ميك دين أو ميك دين مصور سكاي نيوز اللي قتل يوم فض الاعتصام أيضا من بين المشاركين شخص راح لربعة مع وفد أوروبي واتطلع على كواليس الاعتصام وما يجري هناك وأيضا له شهادة هامة جدا على مذبحة الاعتصام بيرويها في هذا الفيلم وهو كريس بين بلانت كريس بين بلانت هو سياسي بريطاني عضو حزب العمال ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني سابقا وكان عضوا في وفد أوروبي حضر اعتصام رابعة العدوية طيب أنا سمعت بالفيلم منين عرفت منين أن في فيلم الحقيقة فيه مهرجان للأفلام الوثائقية كان فيه السويد وعرض فيه فيلم ذكريات مذبحة وحاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان السويد للأفلام الوثائقية تواصلت باسم مؤسسة ايجيبت ووتش هنا في لندن مع الشركة المنتجة قلت له يا جماعة طيب ما هو مهم أن احنا نعمل عرض خاص للفيلم ويحضره الجمهور في لندن ونعمل بعده زي منأشة مع عدد من الضيوف والخبراء عن الفيلم وعن الذكرى العشرة للمذبحة الحقيقة الناس مشكورين وفقوا أن احنا ننظم حاجة زي كده وبالتالي نشرنا أو بدأنا الترتيبات في مؤسسة ايجيبت ووتش أن احنا نعلن عن العرض الخاص للفيلم واللي كان في واحدة من أهم القاعات في بريطانيا أو هيتم في واحدة من أهم القاعات في بريطانيا وهي قاعد بفتا نشوف الإعلان من موقع ايجيبت ووتش عن هذا العرض الخاص لفيلم قوي بيسلط الضوء على مدبحة رابعة اللي شهدت نهاية الديمقراطية في مصر يكون يوم الخميس ثلاثة أغسطس الساعة ستة مساء في قاعة بفتا الشهيرة وسيعقب هذا الفيلم أو سيعقب العرض الخاص للفيلم مناقشة بين بعض الضيوف المهمين طيب للناس اللي موجودة في بريطانيا أو الناس اللي موجودة في أي مكان وعايزة تحضر الفيلم أو عايزة تحجز التيكتس أو التذاكر بتاعة الفيلم اللينك الجاي ده بيشرح لحضرتك إزاي توصل للفيلم لو حابب تحضر وأعتقد أنه يكون في حضور ضخم لهذا الإيفنت في يوم ثلاثة أغسطس طريقة حضور العرض على موقع إيفنت برايد موقع الإيفنت الشهير عالميا بتدخل على هذا الرابط وبتضغط على حجز التذكرة بتلاقي وصف للموضوع ومين الجهة المنظمة المعاد والعنوان والبوست كود بتاعه وكل الكلام ده وفي الآخر بيقولك إزاي تحصل على تذكرة هذا العرض كمان اللي بفتة المكان اللي هيحصل فيه العرض خلينا نستعرض فيه بعض المعلومات لكن خلينا أصلح بس معلومة سريعا كريسب إمبلانت هو نائب عن حزب المحافظين الحاكم وكان وزيرا سابقا في الحكومة البريطانية وليس حزب العمال عفوا هو نائب عن حزب المحافظين وليس حزب العمال طيب نرجع ليه البفتة المكان اللي هيعرض فيه هذا الحدث أو هذا الفيلم الوثائقي العالمي القاعة دي الحقيقة لها تاريخ كبير جدا في بريطانيا هي واحدة من أهم وأعرق القاعات الموجودة في بريطانيا ما هي بفتة هذا هو الاختصار بتاعها هي الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون واحدة من أهم وأعرق المؤسسات في بريطانيا هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 1949 بمبادرة من مجموعة من المخرجين وصناع السينما في بريطانيا كان أبرزهم ديفيد لين وهو كان الرئيس لهذه المؤسسة وبفتة طبعا بتستضيف سنويا مهرجان جوائز السينما والأفلام في بريطانيا طيب الناس طبعا اللي بتسأل إنه فيه رسائل كثيرة جدا حصلة وتفعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه جماعة الفيلم هيبث والكلام هيبث أونلاين لا هو الحضور طبعا هيكون شخصي ولذلك فيه تذاكر على موقع إيفنت برايد لازم الناس تدخل وتحجز وتسجل وتحضر هذا العرض الأول والعرض الخاص لفيلم ذكريات مذبحة أول أمس لما نشر التريلر أو الإعلان بتاع الفيلم الحين أعايز أقول لكم إنه حتى الآن حتى الآن تقريبا كده نسبة المشاهدات أو إجمالي مشاهدات التريلر بس إعلان الفيلم بس بيقترب من 2 مليون مشاهدة إحنا بنتكلم على منصات عربية شهيرة فيها ملايين المتابعين فخلينا نبدأ مثلا بمنصة زي شبكة رصد اللي نشرت التريلر على موقعها واللي بالفعل بيقترب قبل مبدأ الحلقة على طول كانت تقريبا المشاهدات اقتربت من مليون مشاهدة أعتقد أنها تجاوزت مليون مشاهدة على موقع شبكة رصد على تويتر فقط كمان موقع عربية 21 أيضا نشر تريلر الفيلم وتجاوزت المشاهدات على موقع عربية 21 على تويتر فقط مليون مشاهدة أيضا للإعلان الترويجي للفيلم كان هناك تفاعل من عدد من المغردين الأجانب أيضا مش بس باللغة العربية وكان من بينهم أستاذ مساعد في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية نادر هاشيمي الذي نشر أيضا إعلان الفيلم باللغة الإنجليزية وتحدث عن إزاي الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيت ده دعم الدكتاتور أو دكتاتور على حساب حمام من الدماء في رابعة العدوية اللي أنا عايز أقوله إنه الحقيقة يعني أنا من الناس زي ما قلتلكو اللي شفت الفيلم والشاهدات اللي موجودة في الفيلم أول إحساس جالي كده وأنا بتفرج مش أخب عليكو أول إحساس شعرت به إنه إحنا بقلنا ثلاث سنين غرقانين في مصر أو أربع سنين غرقانين في مصر كل شهر رمضان في وحل الكذب اللي اسمه مسلسل اختيار حولوا اللقطات اللي كانت في رابعة المعتصم اللي شايل واحد على كتفه والظابط عمله جابوه في الاختيار إنه بالعكس إنه زابط شايل زميله المصاب وقال المعتصمين بيقتلوه كم كبير جدا من الكذب حصل في مسلسل الاختيار فيما يتعلق بمذبحة رابعة العدوية فأول شعور جالي إنه الفيلم ده بيرد يا جماعة إنه الفيلم ده بيرد على الاختيار بجد مش بيرد إن أنا بكتب تويتر على تويتر ولا بيرد إن أنا طالع معك في حلقة في آخر كلام لا الفيلم بيوثق شهادات حقيقية شهادات مهنية وموضوعية من ناس حضروا الموضوع ومحدش يطلع يقول أصل الناس دول ما فيش الكلام ده الرجل مدير مكتب مش عارف إيه الرجل كان في إدارة أوباما الرجل في لجنة علاقات خارجية عضو برلمان بريطاني الرجل حارس فيه أو رئيس الأمن في سكاي نيوز فأنت هتقول إيه عن الناس دي فأول شعور الحقيقة إن تبني وأنا بتفرج أول انطباع جالي أن هذا هو الرد الحقيقي والواقعي والمنطقي والمهني والموضوعي على وحل الأكاديب اللي إحنا النظام حاول يغرقنا فيه بقاله ثلاث سنين واللي اسمه الاختيار الحقيقة لو أنك في بريطانيا فإوعي يفوتك العرض الخاص يوم 3 أغسطس لأنه زي ما قلت لك فيه كلام مهم جدا عن مذبحة رابع العدوية ونحن نمر بيئة ذكرى العشر عشر سنين على مذبحة رابع العدوية طيب بعد الفاصل هنتكلم عن إيه مستمرين في موضوع الكهرباء واللي بيحصل لأنه الحياة وزير الكهرباء قال تصرحات مهمة جدا 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 فيها حل أزمة الكهرباء بعد الفاصل تابعوا موضوع الكهرباء لسه آل بالدنيا الناس عندها مشكلة كبيرة جدا على الرغم من أنه الناس في العالمين الجديدة بيعملوا مهرجانات وحفلات وفي العصمة الإدارية بينوروا الإعمارات والمباني والإبراج والكلام الجميل لكن مبارح أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ومحمد شاكر كان هم بصراحة متصدرين المشهد وهو ما دفعنا أنه نعمل الفقرة دي عنهم لأنه التصريحات ما كانش ينفع نعديها كده تعال نشوف كده أيمن حمزة متحدث باسم وزارة الكهرباء قال إيه مبارح الراجل بيقول لدينا عدالة في تخفيف الأحمال بما فيها منزل الوزير يعني إيه بالبلد كده يعني إحنا بنقطع الكهرباء عن منزل وزير الكهرباء كمان أهو الراجل بيقولك إن إحنا عندنا عدالة يا جماعة في التخفيف ومنزل الوزير الدكتور محمد شاكر كمان بيتقطع في الموضوع وقال في مدخلة مع السيد عمر أديب إنه الكهرباء تقطعت عندي ثلاث مرات في اليوم والتكرار وارد في أي منطقة على مستوى الجمهورية بدوره أدل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بدلوه في هذه القصة وتحدث عن عدالة تخفيف الأحمال حيث قال بيقطع الكهرباء عن بيتي أهو وجه وزير الكهرباء المصري محمد شاكر رسالة المواطنين حول قطع الكهرباء في المنازل وقال أنه منذ إعلان تخفيف الأحمال الراجل قرر عدم تشغيل التكييف الخاص به والتزامه بترشيد الاستهلاك وقال الكهرباء بتقطع عندي من مرتين لثلاثة يوميا يعني عزيز المشاهد اللي ألأمن أي حاجة والكهرباء بتقطع عنك اوعد تكون الآن لأن الوزير الكهرباء بتقطع في بيته ثلاث مرات عشان كده إحنا بنسأل حضراتكم إيه رسالتك للوزير المواطن اللي شبهك اللي زيك اللي عايش المعاناة بتاعتك وقررنا نبدأ الحقيقة بأهالي عزبة عبد الرحمن لأن أهالي عزبة عبد الرحمن أعتقل دي أهم رسالة ممكن تيجي النهاردة واجهوها لوزير الكهرباء محمد شاكر تعالوا نعرف مع بعض كده رأيكو أو إيه رسالتكو لوزير الكهرباء اللي الكهرباء بتقطع عنده في البيت ثلاث مرات وزيه زي المواطنين الغلابة معنا أمه سلمة من مصر أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا بحضرتك وألف سلامة على الأمنا العزيزة الله يسلم حضرتك أنا بس عايزة أعرف بتقطع ثلاث مرات عنده قبل الأكل ولا بعد بس عشان عشان أنا الدكتور منع عني الكهرباء تطعب بعد الأكل لا طبعا ما صدقوش يعني أنت كده طمنتني مثلا والله ترترخيرك ومع جزيل الشخر يا سادة الوزير أقسم بالله خرجونا عن وقارنا اللي بتكلم حضرتك دي دكتوراه خلونا نتبنى الأنفاظ النبي اللي ما كانتش تخطر في بنا أن احنا نسمحها فيلم حتى يعني أنت كده طمنتني يا سادة الوزير طيب يا سيدي ترترخيرك حقيقة يعني يهي بتقطع عندك أو إحنا ستنين ستات بنشتكل بعض على المصطبة بقولك الكهربا بتاعت أقولي ما هم بتقطع عندي أيوة إيه المطلوب مننا أنا كمواطمة أنا بجد مش فاهمة يعني على رأي حضرتك هو إحنا هنشتكل بعض أنا والوزير بنشتكل بعض هنقش حضرتك بس بهدوء ما هو لو الراجل ما بتقطعش عنده هنطلع نقول ما هو الوزير عايش بعيد عننا ومش حاسس بينا طب ما الراجل المسؤول هو بيقول أنا حاسس بيكو يا جماعة أنا بطفي التكييف أنا الكهربا بتقطع عندي فأنا زي زيكو اللي بيصري عن الناس بيصري عليك هو لسه مبارح كان بيقول أنا بطفي التكييف النهاردة بيقول بتقطع عندي تلات مرات كدبين هو أنت بتقطع بتقطع التكييف عشان تحس بي أم는지 مش حضرتك معي أن الكلام متناقض من مبارح للنهاردة ما ويمكن لما الكهربا بتيجي عنده بين الثلاث مرات بيطفي التكييف عشان يرشد الاستهلاك بصراحة ترتر خيروا صراحة هو كلمة حق بصراحة برضى حينياً هزين نظلمهم والله ساعات الكهرباء بتيجي ساعات بتيجي وله والله ساعات بتيجي عشان بس نقول الحق نبص نصไป طب والله يا دكتور انت بتضحك علي والله ساعات بتيجي والله الله يكون فعونكو يا مسلمة الموضوع والله مش بيدحك الواحد بيدحك عن اللي هو بيقول والله على العبس اللي هو وزير الكهرباء بيعمله وبشكرك جدا المسلمة من مصر معناه أحمد أهلا بك يا أحمد السلام عليكم السلام عليكم السلام أهلا وسهلا والله يا دكتور أسلم فيه فيديو كده منتشر على الفيسب وعلى اليوتيوب مواطن إمراتي بدك الكهرباء قطعت عنه ماشي المواطن ده أود وحيب إلا يعني في المنطقة بتاعته الكهرباء قطعت عن طريق الخطأ يعني بعتوله موانت واعتذروله وقلت لك أكتر من 15-16 مرة ويدوده تعويض وقلت لحقك علينا ليه بقى هناك بعمله كده عشان هناك مواطن إمراتي يعني حقه يعني بيحترم المواطن ليه كرامة هناك إنما المواطن المصري معروف قرعه جوا في كل هذا مالوش أي لازمة ومالوش أي قيمة فالوزير اللي يقولك أنه هو التكييف أنت الفيلة بتاتك يا ست الوزير فيها بتحوالي 50-60 تكييف لما أطع تكييف واحد يشي تفرق معاك وبعدين لو في الدولة المحترمة مع القرارة وقتت ساعة واحد أو ثانية الوزير طبعا يأمي وحاكم هو رئيس بيتحكمه إنما إحنا في دولة البزراميت يا دكتور أسامة طيب هو بص بص أحمد هو أولي يقولك أن الكاربع بتقطع عنده 3 مرات في اليوم إنت تقوله إيه عرفنا كاربع دول مين لقى للكلام ده أنا شفت حاجة بعينيها أنا كمواطن مصري بتقطع عندي 5-6 مرات في اليوم أنا شفت هو كاربع بتقطع عنه ما شفتش وأنا هسدقهم إنت هسدق الناس دي يا دكتور أسامة يا فانديم دك عاملين تكييف للأود بتاعت كلام بتاعتهم طيب هل ما الكاربع تقطع في العالمين والعاصمة طبعا أنا ما أصدقش وأنا ما أصدق في الناس دي بتاعدي بشكرك بشكرك جدا يا حمد شكرا جزيلا معنا أم محمد من السعودية ألم بيك الله مبارك على محمد عمل صالح ويخليك ليه. واذا كان معك احفاد الله يخلهم لي. الله يبرك فيك. شوف انا بقى بأعلمك استيدي والله كلهم كذبين. وانا مش عايز يعني يطلع مني لفظ ما بزين عشانك انت وعشان المحط. اولا انا احترمك انت ما باحترمهمش هما. لان هما ناس ما يخافون الله. لو بيخافون الله والله يجزيخ خير. الله يجزيخ خير على هذا الفيلم اللي عملتو في ربعة. شوفي والله يا ولادي انا اولا ما ليا حد يمات. بس انا عشان انسانة ومسلمة انا اهلي كلهم ميتين هنا كبار يعني والحمد لله. بس انا عشان انا انسانة انا شوفتهم بعناي الدم. شوفت العالم. شوفتهم والله من ساعتها قالي سكر وضغط. قولها مين حسبنا الله وانا من الوكيد. لا بتاعك هربك. بتاعك هربك الدماء. قوله هو بيجعد من غيرك هربه. طيب ماما وعملين بتاع دبي جايبين له هذا من دبي يجعد في النور. العالم كلها يحول. هو 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 الحين مون عينه نص الشعب الفقير دا يمون. هاد هو هما والله جاي بخطة الاول كان يقول لك هاد هاد جاي بخطة يا ابن الحلال. هم. وارا والله من زمان عار فلا ان انا ليا ليا ناس اعرفهم والله العظيم ان ابن عم مش ايه كان يقول لو اخوك ابن امك وابوك زميلك في الجيش ولا زميلك في الشرطة ترى خينينوا بيخلون بعض. ونفس اخويا اي للقول ده. ومع السلامة جزاك الله خير. بشكرك جدا يا محمد ربنا اديك الصحة ويبارك فيك شكرا جزيلا. معانا ابو رأفط من مصر اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا. اهلا ونسحة. الصوت مش واضح خالص برافقت أشكرك جدا الصوت للأسف مش واضح خالص محمد من مصر أهلا بك يا محمد عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا ربنا خليك من وراء بيكم أنا مالي الكهرباء تقطع عندك ولا ما تقطعش أنا راجل مواطن أنا بدفع ضرائبي بدفع أنت بتقولي عليها بدفع أي حاجة أنت بتقولي عليها أنا ما بقولكش لأ ليه قولي أصلاب تقطع عندي وأنا مالي ما تقطع عندك أنت راجل موظف في الحكومة ديك وظيفة معينة ما انتش قادر تقول بيها اتكل على الله يا حبيبي وخالي حد تاني يقدر يعملها إنه ما تقوليش لأ أصلاب كمان بقطع الكهرباء عندي وأنا مالي لا ما هو هو عايز يقول لك هو عايز يقول لك أنه متضامن معاك المعاناة اللي انت شريفها هو كمان بيعاني منها أنا ايه مشكلتي أنا ايه مشكلتي في القصة دي أنا ما ليش علاقة تتضامن أنا علاقتي الوحيدة إن انت راجل موجود عشان توفر لخدمة مش قادر توفر لخدمة ما هو بيقول لك يا أستاذ محمد إنه فكرة توفير الخدمة الأزمة اللي حصلة هو ملوز زنب فيها في احتباس حراري حاصل في تغير مناخي في كهرباء بتقطع في إيطاليا وفرنسا في ضغط في جوه حر أه تفضل أنا معقول بعض يعني إيه الاحتباس الحراري للسناد طب وسلمات طب قول لها ابنها طيب بداش كل ده كلك إن انت مش قادر تعمل حساب إن في حر جاي وفي درجات حرار عالية جاية أنت مش شايف شغلك الموضوع بسيط يا جماعة الموضوع بسيط أنت مش قادر تشوف شغلك اتكل على الله أه يعني رسالتك لوزير الكهرباء إنه يمشي وزير إيه هو حساب مش قادرين تحلوا أي حاجة بحقا أنتوا بتفاكموا المشاكل أنت مش مجرد أنت بتلصم حتى أنت تفاكم فيها أنت تحل ما تبصر في القاعد اللي وراها فبتضوى بالدنيا أكتر طيب أنا بقى مشكلتي إيه في الكلام ده أنا مليش أي مشكلة في الكلام ده أنا راكل دلوقتي بدفع الفلوس اللي علي اللي أنت بتقولي عليها سواء ترايب سواء أي حاجة بتقولي أنا ما بقولك تمام لما أنت مش قادر توفر للخدمة سواء كهزير كهرباء سواء كحكومة ما بقولك أنا أسف أنا ما أضعش أتعمل معاك صحيح أنا بشكرك جدا يا محمد والله مداخلة ممتازة جدا وملخص كل حاجة يا جماعة أنا استفدت إيه كمواطن إنك بتطفي الكهرباء ولا التكييف ولا بتطعم أنا مالي ومالك كلام ده ما تعيش في الضلمة ولا يحصل لك أي حاجة أنا كمواطن بدفع لك كل حاجة أنت عايزها فالما فهو ده أخد خدمة مش عارف توفر للخدمة إيه مش بس رئيس جمهورية بقى رئيس حكومة وزير كهرباء رئيس حي محافظ أي أن كان فبصراحة والله مكالمة عبقرية يا محمد بشكرك عليها جدا يعني علي من مصر أهلا بك يا علي أهلا بسلام عليك يا دكتور أسامة تحدي الحضرية وتحدي الفريق البرنامج أهلا بسلام هو بس دكتور أسامة بس أنا ليه رأي يعني أنا مش عارف هل عندنا مثلا في مصر هل الدولة العميقة مثلا بتشد ودان حد معين مثلا ولا حاجة مش عارف الله أعلم ولا القائمين اللي هم الأوامر جاية أن في حد مثلا تشد ودانه وتزحزحه ويتغير كان في تصحيح بس يا دكتور أسامة من أبو عادل التصل من أمامة أسبوع على أن في حد سبوه أريان في الصحر وهم كانش مصطفى الفئ الحية هو الكاتب الصحف عن حليم مندي شكرا جزيلا يا علي بشكرك هو بس يا علي ما تمشيش معاك أنه هو فيه فشل في الإدارة في أنه هم حصلت أزمة في الغاز وفي تصدير الغاز وفي إنتاج الغاز وحصلت أزمة في الغاز اللي رايح محطات الكهرباء لأنه هم كانوا بيحاولوا يصدروا لأوروبا بعد حرب روسيا أوكرانيا زي ما قلنا الأسبوع ده تمشي مش لازم يبقى فيه دولة عميقة وقرصة ودنه وشدة ودنه لا ممكن يبقى فشل عادي جدا يعني وده اللي عفتاح السيسي الحياة ما عودنا عليه بقى بعشر سنين معنا علاء من مصر أهلا بك أحوالي الحاجة إن شاء الله تكون بخير الحمد لله أحسن شكرك أه في الأولة دكتور البلد بتنهار كما تودين تودان ذا ما حاصر برضو أيام مرسي رحمة الله عليه هدي بتتكرر التاني يا دكتور مع واحد إنه لك بيعنا عليه بقى كل شهر يغمنا ضريبة يغمنا صندوق تحيا مصر صندوق مش عارف تحسين العسرة تحسين مش عارف إيه أولادنا بتموت إحنا مش مشكلة بس الناس الأطفال اللي بحضنات يا دكتور اللي بتموت كل شوية الناس اللي بتعمل فشل كاروي بتخسر كليتها ده زنبهم إيه أنا عوجه كلمة واحد بعدها في الناس يأتك يا دكتور لإعلام المصري ده أنا مصر حديدي وقعه وجزه يقول إيه مش قدي الشيرة ما تشيلش أمشي طب ما تقولي الكلام ده لسياتر فخامة الكزم اللي مسكنا البلد ما تقولي الكلام ده طبعا بالله بعدها تحجزي زنزانة جنب جنب الناس المعتقلين لذاش تقولي الكلام ده إحنا بس المجبورة علينا النور يتطفى علينا واكسم بالله يا دكتور حتى لو اتطفى علينا نحن مسكندرية هو لنزله في الشارع معناش حتى حق الموت شكرا جزيلا لك يا علاب أشكرك جدا معنا كريم من مصر أهلا بيك أهلا والسلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا الحمد لله أنا مسكندرية يا فاندم مع حضرتك أهلا بيك حضرتك اللي حصل معي زي مشوار خالد سعيد بس ربنا سترها اللي أنا عايش أنا ومراتي أنا واخد شقة طبع وزارة الإسكام متجوز فيها 63 متر جنبي واحد بلطادي تمام مرشد لزابط المباحث حاطت كاميرا رح سرقها رح تعمل محضر رح الزابط قال لي انت حاطت كاميرا قدامش إيه تكلي بقول له أمين المهم رح تعملت شاكه رح الزابط بعاتلي زابط المباحث معاي فأنا معاي يا دكتور يا دكتور معاك يا كريم كمل تفضل تمام رح رئيس المباحث بعاتلي تم من رجلي ومن ايدي كلابشات خلف خلاف وتعذيبي يومين تخزين بدون محضر تخزيني في الاسم بدون محضر ليه تمام وروحت عالنيابة بكلمه كيلي النيابة بقول له يا فندم أنا حصل معايا كده 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 وما تعملش محضر قال لي وانت مريض نفسي قلت له ازاي يا فندم ده نشقتي من القفرة ودول بلطاقية ومرشدين لزابط المباحث قال لي انزل انزل رح نزلوني الحجز وطلعوني من الاسم اللي انا تابع ليا اللي هو بيت العيلة وبعدها المحامي راح قال لي لا فيه محضر ولا فيه احزنون ورئيس المباحث والزابط معهم المطلوب بقى مني اللي انا سيب ملكي الشقة اللي ايه في وزارة الاسكان تمام اللي ايه تابع الحكومة تمام وامشي من الدايرة انا وامراتي وتم القبض على امراتي برضو راح تعمل محضب لسه من اسبوعين وكسروا الباب الزابط حبسها وكانت هي في حد سقوط ومرضاش وديها المستشفى وكلمت نائب وبرضو الزابط كلم النائب ولا وحيان ما انتو نادي انا كده حياتي في خطر من اسم شرطة يو عايز اقول اسمه او الدايرة اللي انا فيها يو تسمح لي ولا تفضل هي اسمه منتزى تاني دائرة منتزى تاني دي في اسكندرية الدايرة دي كلها فساد تمام بعدت الوزير الداخلية بعدت الرئاسة الجمهورية حياتي في خطر ومرضاش راحت تعمل محضر تثبت حالة وانا في المستشفى تم حبسها بدون محضر وكانت في حالة جنين كان فيه جنين فجالها نزيف فالتنومة سمحت لروح المستشفى سابها وحبسها والتاني راحت اتصل بيه اول نفس على مراضي البلطاجي دوت البلطاجي اللي لسه جايه في الدايرة وبيدير شبكة مشبوهة شبكة مشبوهة والبلطاجية كلهم مع الاسم دولة جوا دولة انا ومراضي وامني ميت كان لسه في الشهر التامن او السامع حاجة زي كده بس هو جالها نزيف فالمفروض الزابط المباحث او رئيس المباحث يمعودي يعني المستشفى موديهاش ودلوقتي يفشل لحالة واحد رئيس المباحث بيقول لي عزل من بيتك عشان البلطاجي يقوم ده في عهد السيسي اللي ايام مبارك كان فيه خوف وكان فيه قلة لما كنا بنعمل محضر كان البلطاجي بيلم نفسه كان البلطاجي بيخاف النهاردة البلطاجي قاعد جنبي وانا ملكي عايز يمشيني وهو كده من البنك لتقصيد وبيدير شبكة مشبوهة والبلطاجية معاه ورئيس المباحث بيعذبني وبيشوى السورتي وبيقول عليها مريض نفسه وزير الداخلية فين مفيش مدير امن اسكندرية مفيش خلاص ايه يعني ايه يعني ايه يعني انا اماراتي اتحبست وانا اتحبست بشكرك يا كريم بشكرك جدا طبعا الرواية اللي تقالت دي انا معرفش يا صحيحة ولا بس لو صحيحة واللي كريم قاله يعني اعتقده مش داخلي يجذب يعني لكن لو فعلا الكلام اللي بيقوله ده حصل فيحنا على الدولة دي كلها السلام مش بقول على النظام لا انت كده بتقر شريعة الغاب انت كده بتقر ان البلطاجي هو الاساس ان البلطاجة والقوة هي الاساس ان القانون هو اصلا اللي بيبلطج ان الراجل المفترض انه يحميك ويطبق القانون ضد البلطاجي لا ده هو تحول لبلطاجي بياخدك وبيعذبك وبيهددك بمراتك وبيجهدها وبيعمل كذا وبيتردوك من بيتك لو صحت الرواية اللي اسمعناها دي انا سكدت لحد ما يكمل الرواية بتاعته واللي هو انا معرفش يا صحة ولا لا ومش متأكد منها هو معرفش اتأكد منه لكن لو الكلام اللي احنا اسمعناه ده حصل فعلا في اسم تاني المنتزى بالشكل المواطن ده اللي اسمه كريم او معرفش اسمه كريم او لا قالوا الحياة احنا امام مصيبة صودة يا جماعة احنا امام كارثة اخرها والله وحش يا سيادة المشير اقعد مع سيادة اللي هو عباس واقعد مع محمود ابنك يمكن هما بيفهموا عنك يمكن هما بيعرفوا يقروا وانت مبتعرفش اقعد معاهم خلوهم يجبولك زي ما قلتلك من 3 اربعة ايام يقروا لك الصفحات الاخيرة في تاريخ ناس شبهك كانت عاملة ازاي اللي بيحصل ده واللي احنا اسمعناه ده لو صحت الرواية بأكد عليها تاني احنا احنا فعلا في ايامك الاخير لانه اللي بيحصل ده اخره مش كويس اخره مش كويس عليك انت يعني مش على البلد العيارة هيفلت العيارة فعلا هيفلت فاكر الفيلم بتاع في فور فندتا كان فيه مشهد كده هو الراجل اللي لابس الماسك الابيض ده كان عامل زي فويس اوفر على مشاهد معينة فبيتكلم على قمع الشرطة وعلى مسؤول كبير فاسد تبع الرئيس فبيقول انه في لحظة من اللحظات في وسط القمع ده فيه حد من الناس هيرد او فيه زابط هيتوتر فهيقوم ضربه بالنار ساعة اللحظة دي ما هتحصل خلاص الناس مش هتخاف الناس اللي كانت لابسه الماسكات هتقلع الماسكات الناس كلها هتنزلك في الشوارع فانت رايح لللحظة دي خلاص انت رايح لها قريب انت العيار فلت من رجالتك رجالتك تجننوا زابط مادنتي زابط سيدي براني لو اللي كريم بيقولوا ده في اسم تاني منتزى خلاص رجالتك وصلوا لمرحلة الجنان اللي هي كانت نهايات مبارك اللي هي كانت نهايات انور السرات واللي هي نهايات ناس كتير قوي في بلدان تانية اقعد واقرأ نهايات الناس كانت عاملة ازاي لانها واضح كده انها بتقرب بايديك انت لا بايدينا ولا بايدينا الناس طيب نرجع الاتصالات معنا سعيد من مصر اهلا بيك يا سعيد سعيد اهلا اتفضل يا سعيد منتع الهون اهلا وسهلا اهلا وسهلا طيب شكرا جزيلا سعيد معنا ناصر اهلا بيك دكتور اهلا وسهلا ناصر مع حضرتك اهلا بيك يا ناصر تفضل الله يبارك فيك يا رب تعقيبا على الكلام الاخ الكريب اللي تكلم مع حضرتك دلوقتي البلطاجية هم دلوقتي حمات الوطنية هم دول اللي حميين النظام سواء جيش شرطة اضاء كله امتلق بالبلطاجية وهم الداعمين للنظام وده على فكرة مش جديد دعيه هو اول ما يقعه او يحسوا بالوقوع والسقوط يستعينه البلطاجية زي ما حصل في صورة نه 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 لم اما بالنسبة الموضوع الكهرباء اسمح لي اتكلم فيه برضو الوزير اللي بيدعي انه هو بى كهرباء بطاعة عنده ثلاث مرات الوزير ده بيته ما فيهوش مولد ده بيكلم شعب يعني مثلا سازق ولا ما بيفهمش والله ده سؤال جميل مستحيل يا دكتور ما يكونش عنده مولد واثنين واثنين ما كانش يعني مولدات محطة مولدات كمان ثانية دي 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 ثانية كانت المولد دي ثانية سالسة يا دكتور أستسمحك فإن حضرتك يا إما تزود وقت البرنامج شوية يا إما حضرتك تقلل الفواصل شوية عضر إحنا بنتشوق هنقلل الفواصل شوية أملي كبير جدا نعم ده وعد إن إحنا هنقلل الفواصل شوية وهنرجع نزود وقت الاتصالات تانية حضر ربي بيكي ولعدم مضيعة الوقت نزلوا حضرتك تنويه على الشاشة أثناء التوقل المكالمات إن إيه بدل ما تقعد حضرتك كل كل واحد تقوله وطي صوت أو صوتك مش ماضح حضرتك تنزل تنويه حضر الله يسلمك اتكلم مثلا من السماعة مش من السبيكر دي حاجات دي يعني تنويه سوق في روكر من الشاشة اعتبره حصل يا نصر أنا بشكرك جدا شكرا جزيلا معنا محمد من مصر أهلا بيك محمد السلام عليكم عليكم السلام دكتور أسامة رد علينا بسرعة شوية قبل من نور يقطع طب يلا بسرعة انت على هوا أهو إلحى نفسك أولا أنا أحب بوجه رسالة للوزير يعني أنا أسازن حضرتك إن أنا بقوله أنت رأي الكداب ليه أنا بقالي أسبوع أو عشر تيام قاعد في الساحل الشمالي لسه راجع النهاردة أقسم بالله العلي العظيم الكهرباء ما قطع الدقيقة في الساحل الشمالي وعلى شرط ما فيش ليه هناك حتى لو كنت غاية ما فوش تكيفين أو تلاتة ده أقلق حاجة وطبعا المروح والأنوار والسهارات والكافيتريات وكيد حضرتك أعرف كل ده قد طبعا الوزير طالع بيجذب ثانيا مبارح مثلا أقرب حاجة شايفه الزعم رقديب بيتكلم وأنا هناك في الساحل كنت لسه ما راجعتش عمالي يقولي يا جماعة أسبوره طب ويجيب فلان ويجيب على هوا ويستنوا ويجيب أسبوع الجهة حنحل طب ليه أيام دكتور موسي الله يرحمه ما حدش قال كده لأ قالوا له قد الشيلا أمشي مش قد الشيلا متشلش ولولا كلهم عالم مكذبين ويجي كلها ما إلا تمثيلية ومسرحية عشان هم مستفيدين وإن شاء الله قريب جدا حيقع على رأس النظام وحيقع على النظام بأكمل وكل دور حيدسوا حتى الرجلين بشكرك بشكرك جدا يا محمد شكرا جزيلا وبشكر كل اللي شاركونا على مدار الساعة في الاتصالات والرسائل إن شاء الله أشوفكم يوم التلات سبعة بطاقية القائرة أصباح لخير